فيلمنا النهاردة بيبدأ في العصر الجليدي وبنشوف السنجاب وهو بيدور على مكان يخبي فيه البندقية بتاعته وبالصدفة بيقع السنجاب في مكان غريب وبيكتشف وقتها أنه هو موجود جوه مركبة فضائية والمركبة دي كانت متجمدة في الجليد من ألف السنين ولما بيحاول السنجاب أن ياخد البندقية بيشغل المركبة اللي بتخرج من الجليد وبتنطلق في الفضاء وقبل ما تقبط المركبة في كوكب من الكواكب بيستخدم السنجاب جهاز التحكم وبيغير اتجاهها وبيحاول أن يوقفها لكنه بيدخل في غرفة بتخرجه برى المركبة هو والبندقية وبيتصدم السنجاب لما بيشوف تصادم كوكبين في بعضه وبيتدمره وبالرغم من كده بيقدر السنجاب أنه يتفادى الصخوره وبيوصل للبندقية لكنه للأسف بيتسبب في انهيار الصخرة اللي هو موجود عليها واللي بتتحول بعدها لنيزك عملاق بيبدأ أنه يتحرك بسرعة كبيرة وبيكون متجه لكوكب الأرض ومن ناحية تانية في كوكب الأرض بنشوف إيدي وكراش وهما بيتفرجوا على ماني وبيتشيز وهما بيلعبوا ماتش هوكي وبنشوف بيتشيز اللي بتكون موهوبة جداً وبتقدر تتفوق على والدها اللي بيبقى مبسوطه هو بيلعب معاها وبيظهر ماموس تاني اسمه جوليان وبيحيي بيتشيز وبيشجعها وبنعرف وقتها أن جوليان وبيتشيز هيتجوزوا قريب جداً وبتوصل إيلي ومعاها جراني وبتعرف ماني أنها سعيدة لأن بنتهم كبرت وبقت خلاصها تتجوز وبيقدم جوليان ظهور لإيلي كهداية منه وبيقول لماني أنه هو بطل ومسله الأعلى وبيحضنه وبنروح لساد اللي بيكون سعيد جداً علشان بيتقدم لوحدة من حيوانات الكسلان لكنها بترفض إنها تتجوزه وبتسيبه وبتمشي فبيحزن ساد جداً وبيفضل يعيط وبيروح لديجو ماني وبيحكي لهم اللي حصل وبيقول لهم أنه هو مش عارف يرتبط بالرغم أنه هو جميل ووسيم وعنده عضلات كتير وبنرجع تاني للسنجاب اللي قدروا أن يوصل للبندقية وبيرجع بيها للمركبة الفضائية من تاني وبيفرح لما بيشوف كوكب الأرض قدامه لكنه بيدوز بالغلط على الزرار بيخلي المكوك ينطلق بسرعة كبيرة ولما بيحاول السنجاب أنه يوقفه بيغير قوة الجاذبية وبيتير في الهوى وبتبعد البندقية عنه فبيرجع الجاذبية لطبعتها تاني وهو ماشي بيخلي قوة الجاذبية تزيد وبيلزق في الأرضية وما بيبقاش قادر يتحرك وساعاتها بتتحرك البندقية وبتقرب منه واللي بتكون وزنها كبير جداً بسبب الجاذبية وبيفضل السنجاب يحاول أن يهرب منها لكن البندقية بتعدي من عليها وبتسوي بالأرض وساعاتها بنشوف مجموعة من النيازك الصغيرة متجهة ناحية كوكب الأرض وبيظهر وراهم النيازك الكبير وفي الوقت ده بنشوف ماني والسيد وديجو وهم مشيين في الغابة لوحدهم وفجأة بتظهر إلي وبتفاجئ ماني بالحفلة اللي عملتها له عشان عيد جوازهم وبتحييهم كل الحيوانات وبيكونوا فرحانين بيهم ولكن ماني ما بيكونش فاكر المناسبة دي وبيتوتر جداً لأنه ما جابش هدية لإلي لكن فجأة بتنور السنجاب النيازك اللي بيكون شكلها جميل جداً فبتمبهر كل الحيوانات وبيقول الماني إن دي أعظم هدية وبتفرح إلي جداً وبتحضنه وبتشكره لأنه ما نسيش عيد جوازهم وبتروح بيتشيز وجوليان لماني وإلي وبيعرفوهم إنهم هيسيبوهم ويمشوا بمجرد ما يتجاوزوا فبيتديق ماني وكمان إلي ودلأ إن بنتهم عايزة تسيبهم وتمشي وبيحاول يقنعوهم إنهم يعيشوا معاهم وفي اللحظة دي بيكتشف سيدويد ييجون النور اللي كان في السماء ده ما كانش الألعاب النارية وإنها كانت نيازك جات من الفضاء لكوكب الأرض واللي بتوصل للأرض وبتنفجر فبتترعب كل الحيوانات وبيجروا لما بيشوفوا عدد كبير جداً من النايازك المتجه ناحيتهم وبيجري ماني هو وعيلته وأصدقائه بسرعة وبيحاول يهربوا من النايازك اللي جاي وراهم وبيدخلوا كلهم للكهف وبيستخبوا فيه وبينزل واحد من النايازك دي تحت الأرض وبيوصل لعالم الديناصورات وفي العالم ده من شوف باك وهو بيحارب ثلاث ديناصورات علشان ياخد منهم البيضة اللي هم سرقوها وبتفضل الديناصورات الثلاثة يهجموها علشان ياخدوا منه البيضة ولكن باك بيتفادى هجماتهم وبيضربهم وبيفضل يجري ويراوغ فيهم لحد ما بيتسبب في إن الجبل ينهار ويقع عليهم وبياخد باك البيضة وبيوديها لصحابها وبيهرب من الديناصورات الثلاثة اللي بيكرر إنهم ينتقموا منه وساعتها بيشوف باك النايازك وهي بتتصدم بالأرض وبيفقد باك توازنه وبيقع في مكان غريب وبيروح يستكشف المكان ده وبيدوس على زرار بيخرج له لوح حجري من تحت الأرض وبيتصدم باك لما بيشوفه وبنرجع تاني الماني واللي معاه بعد ما بيخرجوا من الكهف وبيتفاجئوا من الدمار اللي النايازك سببته وفجأة بيسمعوا صوت خارج من حفرة ولما بيقربوا منها بيخرج باك اللي بيروح لهم وبيجيب معا اللوح الحجري وبيبدأ باك يشرح لهم اللوح ده وبيقول لهم إن كل مليون سنة فيه نيازك بيتصدم بالأرض وإن هو ده نفس النايازك اللي تسبب في انكراد معظم الديناسورات وبيشاور لهم على النايزك الضخم اللي في السماء وبيقول لهم إن هو هيوصل لكوكب الأرض في خلال يومين وبيعرفهم إن مفيش أي طريقة يهربوا بها من النايزك حتى لو استخبوا في عالم الديناسورات وده لأن النايزك حجمه عملاق جداً وهيتسبب في تدمير معظم الكرة الأرضية فبيترعب كل اللي موجودين وبيسألوا إزاي يقدروا يهربوا من النايزك ده علشان يعيشوا وساعتها بيقول لهم باك إن آخر مرتين ظهر فيهم النايزك ده كان بيتصدم بالأرض في نفس المكان وبيقول لهم إن هم لو راحوا المكان للصدم ده هيعرفوا السبب اللي بيجزب النايزك وهيدوروا على حل علشان يغيروا اتجاهه فبيوافق ماني وأصدقائه وبيكرر إنهم يروحوا مع باك وفعلاً بيبدأوا كلهم رحلتهم وبعد ما بيمشوا بيخرج من نفس الحفرة الديناصورات الثلاثة واللي بيكون ديناصور اسمه روجر واللي والده بيقول له هو وأخته إن باك تسبب لهم في مشاكل كتير وعلشان كده لازم يتخلصوا منه فبيرد عليه روجر وبيحاول يفهموا إن باك مش منهم وإنهم ماينفعش يقتلوا إلا لما يلاقوا حل للنايزك اللي ممكن يموتهم لكن الأب بيبقى مصر إنهم يمنعوا باك وأصدقائه من إنهم يغيروا اتجاه النايزك ده علشان ده هيتسبب في تدمير الأرض وبيكمل الأب كلامه وبيقول لهم إنهم هيقدر يعيشوا لإنهم بيعرفوا يتيروا فبيحاول روجر يفهموا إن ده مستحيل يحصل وإن لو النايزك ده وقق عليهم كل المخلوقات هتموت وبالرغم من كده بيتريق الأب عليه وبينطلقوا كلهم علشان يمنعوا باك من تغيير اتجاه النايزك ومن ناحية تانية بنشوف بيتشيز اللي بتبقى حزينة جداً لإن العالم على وشك الدمار فبيوسيها جوليان وبيعرفها إنهم هيقدر يغيروا مصر النايزك وهيتجوزوا ويعيشوا مع بعض في سعادة ولما ماني بيسمع كلامهم بيتريق على جوليان وبتتكلم معاه إيلي وبتعرفوا إنهم لازم يكنعوا بيتشيز وجوليان إنهم يعيشوا معاهم وفي الطريق بيلاقي باك الصخور اللي وقع من الفضاء وبالصدفة بيكتشف إن الصخور دي بتنجذب لبعض زي المغناطيس وبيدخل جوه عقلي إيدي وكراش وبيشرح لهم إن الصخور دي زي المغناطيس وإن النايزك بينجذب لكوكب الأرض بسبب الصخور دي وبيفهمهم إنهم لو أطلقوا مجموعة من الصخور دي للفضاء هتغير اتجاه النايزك فبيستغرب كل اللي موجودين لإنهم مستحيل يقدروا يعملوا كده لكن باك بيطمنهم وبيعرفهم إنهم هيروحوا المكان النايزك القديم وهناك هيلقوا حل يساعدهم وساعتها بنشوف الديناصورات التالتة وهما بيرقبوهم من بعيد واللي بيكرروا بعدها إنهم يهجموهم ولما بيشوفهم باك بيطلب من ماني وأصدقاء إنهم يدخلوا للغابة من غير ما يعرفهم السبب وبيتفادى الديناصور وبيهرب منهم ما بيكونش الديناصورات قادرة إنها هتهجمهم وهم في الغابة وبيكمل باك وأصدقاء طريقهم لحد لما بيوصلوا النار وما بيكونش قادرين إنهم يعدوا منه وفي الوقت ده بيكون السنجاب بيحاول إن يرجع البندقية بتاعته اللي وقع التاني في الفضاء باستخدام أشعة الليزر لكنه بيغلط وبيسحب الأمر وبيخليه لف حوالين كوكب الأرض وساعتها بيجذب الأمر المية اللي موجودة على الكوكب وبيفتح ممر الباك وأصدقائه اللي بيتصدمه وبيعده من تحت المية وبيحاول السنجاب تاني إن ياخد البندقية لكنه بيسحب عصيفة من كوكب المشترى وبيرميها على كوكب الأرض بالغلط وبتكون العصيفة دي فيها موجات كهربائية قوية جدا وبيفرح بها إيدي وكراش وبيفضلوا الكهرباء بعد وساعتها بيشوفهم الديناسورات وبينطلقوا علشان يهجموهم لكن وقتها بيبدأوا إيدي وكراش إنهم يلعبوا بالكهرباء دي وبيكونوا صعيقة قوية بتقدر إنها تضرب الديناسورات وبتكون السخور الفضائية صواعق كهربائية كتير وبتهاجم باك وجراني اللي بتوصل لها الصعيقة وبتموتها وفجأة بتضربها صعيقة تانية وبتفوقها تاني وبيجري ماني وأصدقائه علشان يخرجوا من المكان لكن بيتشيز بتتحاصر وسط مجموعة كبيرة من الصواعق ولما إيلي وماني بيحاولوا يساعدوها بتسيب الصعيقة بيتشيز وبتحاصرهم هما فبيروح دي يجوا بسرعة الإيدي وكراش اللي بيبقى شكلهم متغير وبيخليهم يولدوا كهرباء بقدرة الاحتكاك وبيستخدم الكهرباء دي وبيخلي الصواعق تطرده وبيحرر ماني وأيلي وبيجروا بسرعة وبيبعدوا عن الصخرة اللي تبقى على وشك إنها تنفجر وبيخرجوا كلهم من الغابة على آخر لحظة وبيرجعوا كلهم يكملوا طريقهم تاني وبيشوف دي يجوا ريشا وبيحس بوجود الديناصورات وبعد شوية بيكرر بقى إنهم يريحوا من المشي ويكملوا طريقهم في اليوم اللي بعده ودلى إن النيزك لسه بعيدة عنهم وبتقول إلي الماني إنها تحاول تقنع بيتشيز إنها تفضل معاهم وبتطلب منه يحاول هو كمان إنه يقنع جوليان وفعلا بتروح إلي البيتشيز وبتحاول تفاهمها إنها تواجه مخاطر وعقبات كتير لو عاشت لوحدها وبيساعدها إيدي وكراش وكمان سيد وبيخوفوها من الحياة لوحدها والمشاكل الكتير اللي ممكن تقابلها فبتتوتر بيتشيز وبتخافه لكنها بتقدر تحل كل المشاكل وبتسيطر على الوضع أما ماني فبياخد جوليان وبيروحه علشان يلعبوا هوكي وبيحاول ماني يقنع إنه يفضل معاهم علشان يقدر إنهم يلعبوا هوكي مع بعض وفعلا بيبدأ جوليان يغير رأيه فبيتحمس ماني وبيغبط صخرة بتسيب جوليان من غير ما يقصد وبيوقعه في المياه وساعتها بتروح بيتشيز لولده وبتلومه بسبب اللي حصل وبتطلب منه هو والدتها يبطلوا يحاولوا يقنعهم بإنهم يفضلوا معاهم وبتعرفهم إنهم لو قدروا يغيروا مصار النيزك وعيشوا هتتجوز جوليان وهتسيبهم وتمشي سواء وفاء أو لأ وبالليل بيستغل الديناصور روجر نماني وأصدقائه نايمين وبيخطف باكو بيرجع بالباقي الديناصورات اللي بيتصدموا لما بيعرفوا إن روجر خطف جيراني بالغلط وبتبدأ جيراني إنها تضربهم وبتهجمهم فبيتدخل الأب وبيأكلها لكنها بتبقى لسه عايشة وبتفضل تضربه لحد لما بتساعدوا بنته وبتخرجها وبتوقعها من على الجبل وفي تاني يوم بيتفاجئ باكو أصدقائه إن جيراني مش موجودة وبيشوفوا أثار الديناصورات فبيفهم دياجو إن الديناصورات دي جات علشان تطارد باك وبيستخدم دياجو حسد الشم بتاعته وبيمشي وراء أثارهم لحد لما بيوصل للمكان اللي كانوا فيه لكنه للأسف ما بيلاقيش جيراني ولا الديناصورات وبيحزن سيد جداً وبيفهم إن الديناصورات أكلت جيراني وفجأة بيكتشفوا إنهم وصلوا لمكان النيزك الأديم اللي بيجزب الصخور اللي كانت مع باك فبيفرح باك جداً وبيقول لي مانيو أصدقائه إنهم لو أطلقوا النيزك ده في الفضاء هيغير مصار النيزك التاني وهينكزوا كوكب الأرض وبيكون مانيو كل اللي معاه مقتنعين إن باكت جنن لأنهم مستحيل يقدروا يحركوا النيزك ده ويرموه في الفضاء لأنه ضخم جداً فبيقول لهم باك إنهم ممكن يقدروا يعملوا كده لكنهم مش عارفين الطريقة وهما بيتكلموا بيسمعوا صوت جيراني وبيروحوا ناحية مصدر الصوت اللي بيبقى خارج من النيزك وبيدخلوا جواه وبيلاقوا جيراني هناك فبيفرح سيد جداً لأنها لسه عايشة وبيستكشفوا كلهم النيزك وبينبهروا بجماله وبشكل الكريستال المميز اللي موجود جواه وبيكونوا معجبين بشكل الحيوانات اللي بتبقى عايشة فيه وهناك بتروح لهم حيوان اسمها بروك واللي بتبقى طيرة على لوح من الكريستال وبترحب بيهم وأول ما بتشوف سيد بتعجب بيه وبتقوله إنه هو وسيم جداً وإنه هو فارس أحلامها وما بيكونش سيد مسدق نفسه وبيكون هو كمان معجب بيها وبعد كده بتاخدهم بروك للزعيم بتاعهم اللي بيبقى حيوان له مشاكله غريب وبيتصرف بجنونه بيرحب بيهم وبيسألهم عن السبب اللي خلهم ييجوا هنا فبيحاول باك يشرح له إن النيزك على وشك الوصول لكوكب الأرض ومتجه ناحيتهم لكن اللامة ما بيهتمش بكلامه بيقوله إنه ده مجرد ضوء في السماء وبيعرفهم إنه مهما حصل مستحيل حد منهم يمشي من هنا وده لإن البلورات اللي في النيزك بتمدهم بالشباب الدائم وبيقولهم إنه هو وباقي الحيوانات عايشين هنا بقالهم ربعمائة سنة فبيتصدموا كلهم لما بيعرفوا الكلام ده وبيحاول باك تاني يقنع إنهم لازم يطلقوا البلورات دي كلها في الهواء علشان يغيروا مصر النيزك ولكن اللامة ما بيضوهش برضو أي اهتمام علشان دي خطة مستحيل يقدر ينفذوها وبتحزن بيتشيز جداً وبتعايط لإنهم هيموتوا ولكن جوليان بيوسيها وبيحاول يخفف عنها وبيشوفها ماني وإلي من بعيد وبيبقى نفسهم ينقذوا العالم علشان يشوفوها وهي بتتجوز وبتكون أسرة أما سيد فبيبقى عيش أسعد لحظات حياته مع بروك اللي بتطلب منه يتجوزها وبيكون سيد مش مصدق نفسه من الفرحة وبيروح علشان يجيب لها ماسة من النيزك وبمجرد ما بيخلعها من مكانها بيتدمر النيزك بالكامل فبتترعب كل الحيوانات اللي كانوا عايشين فيه وبيزعق اللامة لسيد وبيلوموا لأنه السبب في اللي حصل وفجأة بيتغير شكله وبيكبر في السنه وبيحصل ده كمان لكل الحيوانات التانية ومنهم بروك اللي بيتغير شكلها وبتبقى عجزة جدا فبينهار اللامة وبيفقد السيطرة على نفسه وبيفضل يزعق وساعتها بتيجي الباك فكرة مجنونة وبيبدأ يشرحها لكل الحيوانات اللي موجودة وبيعرفوا منهم لو استخدموا البركان وقفلوا كل فتحات البخار اللي حواليه هيقدروا يطلقوا البلورات في الفضاء ويغيروا اتجاه النيزك ولكن اللامة بيبقى رافض يسيب لهم البلورات فبتدخل بروك وبتزعق له وبتشجع كل الحيوانات وفعلا بيبدأوا كلهم في تنفيذ أول جزء من الخطة وبيقفلوا كل فتحات البخار اللي بتسبب زيادة في قوة البركان بعد كده بيشيلوا البلورات وبيتحدوا كلهم مع بعض وبيروحوا للبركان وبيرموا فيه أكبر عدد ممكن من البلورات وبيبقى باقفر حول لأنهم لسه قدامهم وقت كافي على ما يخلصوا لأن النيزك بعيد عنهم وفي الوقت ده بيسوق السنجاب المركبة الفضائية وبينطلق بيها في اتجاه كوكب الأرض وبيغبط في النيزك وبيخليه ينطلق بسرعة أكبر فبتترعب كل الحيوانات وبيشتغلوا بأقصى سرعة وبيروح ماني الجوليان وبيساعدوا علشان يسحبوا البلورة الكبيرة ولكن فجأة بتهجمهم واحدة من الديناصورات وبيتوقع البلورة جوه الحفرة وبيبدأ روجر يهاجم باقو بيمسكو وبييجي الأب علشان ينتقم منه وبيطلب من روجر أن يقتله فبيحاول باقي يفهمه من النيزك لو وصل للأرض كلهم هيموته ولكن الأب بيتاريق عليه وبيقوله أنهم بيقدروا يتيروا ولما بيشوفوا التيور اللي بتقع عليها النيزك وبتموتها بيقول الديناصور روجر لوارده أنهم لازم يساعدوا باقو إلا هيموتوا كلهم وبيقدر روجر يقنع والده بكلامه وفعلا بيروحوا كلهم يشيروا البلورة وبيتحركوا بيها علشان يودوها لفتحة البركان وقبل ما يرموها جوا بيوصلوهم نيزك وبيصبهم وبيوقع منهم البلورة فبيجري ماني وجوليان وبيحاولوا يرجعوا يوصلوا البلورة تاني للفتحة وفي الوقت ده بيجري ديجو وكل الحيوانات وبيبعدوا عن البركان علشان ما يتقذوش أما ماني وجوليان فبيكونوا قريبين من فتحة البركان وبيحاولوا أنهم يوصلوا البلورة اللي بتبقى تقيلة جدا وما بيكونوش قادرين انهم يحركوها فبتيجي فكرة الجوليان وبيطلب من ماني ياصق فيه وبيسيبوا البلورة وبيضحرجوها واللي بتنطلق بسرعة كبيرة وبتلف لحد ما بتطلع من على حفة الجبل وبتير في الهوى وبتقع جوه البركان وساعتها بيجري ماني وجوليان بسرعة قبل ما البركان ينفجر وبيقرب النيزك من كوكب الأرض وبتترعب كل الحيوانات وبيخافوا وفجأة بيصور البركان وبيبقى على وشك الانفجار وبمجرد ما جراني بتقفل فتحة بخار صغيرة بينفجر البركان وبيطير البلورات في الهوى وفعلا بينجزب النيزك للبلورات وقبل ما يتصدم بالأرض بيغير اتجاهه وبيطلع تاني للفضاء وبتفرح كل الحيوانات وبيحتفلوا لأنهم قدروا ينقذوا العالم وبيروح ماني وبيحضن جوليان وبيرحب بفعلتهم وبيروحوا كلهم لباكو وبيشكروا لأنه السبب الأساسي في إنقاذهم وبتروح بروك لسد وبتودعوا لأنها مش هتقدر تسيب المكان ده وبتكرر جراني إنها تفضل معيها وهم في الينبوع بتقع باللورة في المية وبتتفعل مع البخار وبترجع كل الحيوانات لشبابهم حتى جراني بيتغير شكلها وبتكرر بروك إنها تروح مع سد وبتتجاوز بيتشيز وجوليان وبتحتفل بيهم كل الحيوانات وبيفرح بيهم ماني وإليو وبتروح بروك وبتحضن سد اللي بيفرح جدا برجوعها وبيغنوا كلهم وبيرقصوا مع بعض وبينضم لهم الديناصورات الثلاثة وبيرقصوا معاهم وبيعيشوا كلهم في سعادة بعد ما اتحدوا كلهم وقدروا إنهم ينقذوا العالم الملخص ده بصوت هايدي مصطفى وكتبوا منتجه باسم أحمد وما تنسوش تعملوننا سبسكرايب على قناة موفي ستوري على اليوتيوب وبس كده سلام